بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصبت الثالثة دادي. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من منصف بس مباشر. دارسنا النهاردة هنتكلم به عن واحدة من نماذج الدول النامية في الوحدة الثانية. وهي الدولة الثالثة والدرس الثالث بعنوان جمهورية ناجيريا الاتحادية. طبعا جمهورية ناجيريا هي احد الدول النامية التابعة لقارة افريقيا. هنتعرف في هذا الدرس من اهدافه. ان احنا نحدد الموقع الفلكي والجغرافي لناجيريا. ايضا نستطيع توزيع تدريس ناجيريا على خريطة دولة ناجيريا. نستطيع توقيع بعض مناطق النبات الطبيعة على الخريطة. ونفسر اسباب تركز السكان في الاقاليم المختلفة في ناجيريا. طبعا كعادة الدول اللي فاتت هنتعرف في كل دولة عن الوقات رئيسية واساسية. فهنتعرف في دولة ناجيريا على الموقع والمساحة والتدريس. هنتعرف ايضا على المناخ والسكان وتركزهم والموارد والانشطة الاقتصادية الموجودة بدولة ناجيريا. هنتعرف على اهم المدن والعلاقات المصرية النيجيرية. وده الدول بصفة عامة سبت معنا في هذه الاشياء او ما ندرس فيها. وكل يختلف حسب طبيعة الدولة اللي احنا هندرسها. فدولة ناجيريا هي احد دول قارد افريقيا. هذه الدولة قد آآ حصلت على استقلالها من بريطانيا بعد احتلال فترة طويلة. وتضم هذه الدولة اثناشر تلاية تبعا للقبائل اللي موجودة بها. وبدأت هذه القبائل في الفترات الاخيرة تدخل مع بعضها البعض. فاصبحت تمثل دولة متحدة تعرفت باسم جمهورية ناجيريا المتحدة. وهذه الدولة تقع في غرب قارد افريقيا. هي احد دول غرب قارد افريقيا. تمتد قولة ناجيريا من خلال الخريطة التي امامك ما بين دائرتين عرض اربعة الى اربعتاشر شمالا. اي بتضم حوالي عشر درجات عرض. وبين خطي طول اتنين ونص الى اربعتاشر ونص شرقا. حوالي اتناشر خط طول. وبالتالي هنجد ان ناجيريا من خلال الموقع الفلكي والجوغرافي. مساحتها صغيرة. ايضا ده نتعرف عليه. اما عن الموقع الجوغرافي فهنجد ان ناجيريا زي ما قلنا في البداية بتقع في غرب افريقيا. وزي ما انت شايف على الخريطة التي امامك لحدها من الشمال النيجر ومن الجنوب المحيط الاطلنطي وخليج غينيا. ومن الشرق دولتي في شاد والكاميرون. ومن الغرب دولة بنين. نلاحظ ان الحدود الناجيرية حدود مع دول مجاولة تفصلها حدود سياسية مع دول مجاولة مثل النيجر في الشمال. بنين في الغرب. تشاد والكاميرون في الشرق. وما عدا الحدود الجنوبية فهي حدود تطل على المحيط الاطلنطي وخليج غينيا وهي حدود ماية. طبعا زي ما احنا قلنا في البداية من خلال الموقع الفلك ما بين اربعة الى اربعتاشر شمالا. هنلاقي ان دولة ناجيريا يبلغ مساحتها من خلال هذا الموقع الفلك هوغرافي حوالي تسعمية اربعة وعشرين الف كيلو متر مربع. وهي مساحة ليست بالصغيرة في كرة افريقيا. ولذلك عندما ننتقل الى التدريس هنجد ان تدريس ناجيريا متنوعة ما بين سهول وهضاب وتلال. نشمل السهول في ناجيريا نوعا من السهول سهول ساحلية وهي سهول منخفضة نجدها على خليج غينيا زي ما احنا قلنا هو الذي حدها من الجنوب وهو والمحيط الاطلنطي وبالتالي هزي السهول الخليج غينيا الساحلية بتنتهي مع دلتا نهر النيجر زي ما واضح في الخريطة ايدي دلتا نهر النيجر وهي دلتا واسعة نظرا لوجود نهر النيجر في هذه المنطقة واهمية آآ سهول نهر النيجر. اما عن السهول الفيضية فهلي هي ابتقع في السهول الشمالية ويصل ارتفاعها حوالي سبعمية متر فوق مستوي سط البحر ودهية سهول بتتكون من خلال نهر النيجر والتي تعتمد عليه ناجيريا في الري والزراعة. بنا عندي السهول الرئاسية اللي بتعتمد عليه ناجيريا في الري والزراعة هي سهول نهر النيجر وهي في السهول السمالية المتسعة ومستوى السطح البحر وترتفع بالحوالي سبعمائة متر. ايضا عندنا داخل نيجيريا سهول نهر بنوما. وده على الجانب الشرقي من نيجيريا. وايضا بتعتمد عليه نيجيريا في عمليات الري والزراعة. وده لما نيجي نتكلم عن الموارد والانشطة الاقتصادية في نيجيريا هلاقي ليه اهمية كبيرة في قيام الزراعة بدولة نيجيريا. اما عن الهضار فنجد من خلال الخريطة يوجد هضبة واحدة وهي هضبة جوس. هذه الهضبة نجد انها ترتفع الى اكتر من حوالي آآ 1700 متر فوق وسط البحر وتقع في وسط السهول الشمالية. اما عن افتلال في عبارة عن اراضي مرتفعة تلية شمالية على السهول السحلية. وده يت لما نلاحظ هنلاقيها بتزيد في الارتباع في الشمال الغربي. بجزء ده تحديدا من قرة او من دولة آآ نيجيريا. وبالتالي بانا عندي تضاريس متنوع ما بين سهول ما بين خضاب ما بين تلال. سهول ساحلية. هذه السهول الساحلية زي ما احنا قلنا طقع على خليج غينيا وهي سهول منخفضة تلتها الدلتة واسعة وهي دلتة نهر النيب. اما السهول الفيضية فابتوجد في السهول الشمالية وبيكونها او قوانتها الانهار مثل نهر النيجر وده قلنا الاعتماد عليه بشكل اساسي في عملية الري والزرع. الهضاب وهي هضبة واحدة وهي هضبة جوس وتكتسب اهمية كبيرة وتقع وسط السهول الشمالية لدولة نيجيريا الاتحادية. والتلال تقع في الشمال الغربي من السهول الساحلية ويزيد ارتفاعها. تم ننتقل الى المناخ في نيجيريا هنلاقي طبعا احنا قلنا ان نيجيريا بيتمتد ما بين دائرتين عرض اربعة الى اربعتاشر تمالا. وده بيوضح ان نيجيريا بتقع في المنطقتين المدارية والاستوائية من حيث المناخ. الناس اللي بتسأل اه عن الموقع الفلكي وحفظه او المساحة وحفظها. لا هو ما فيش اسئلة قلنا بتيجي على الارقام. لكن ما نبقى عارفين علشان لما يجي نسأل ده زي سؤال في المناخ او مسلا سؤال فيه تركز السكان ونسبتهم بالنسبة للمساحة. لازم ان يبقى عارفين المساحة وعارفين الموقع الفلكة علشان نقدر نحدد نوع المناخ. وايضا نقدر نعرف الكسافة السكانية. وليه بتتركز مناطق ومناطق اخرى. لا من داخل الدول. طيب. عندنا قلنا تقع معزم نيجيريا ضمن المنطقة المناخ المداري. وده بيتميز بارتفاع الحرارة والامطار الصيفية. اما الاجزاء الجانوبية من نيجيريا. فهل لقيها تقع ضمن المناخ الاستوائي. وده بيتميز بارتفاع الحرارة وسقوط الامطار طوال العام. لانا عندي نوعيم من المناخ داخل نيجيريا. ده اما المناخ المداري وده اللي بيغطي معزم نيجيريا. والاطراف الجانوبية وده بيغطيع المناخ الاستوائي. سواء المناخ المداري او المناخ الاستوائي بيتميز الاتنين بارتفاع الحرارة. ولكن هنجد انdirectو المداري بيتميز بسقوط الامطار سيفا بينما الاستوائي يتميز بسقوط الامطار طوال العام وهذا الموقع الفلكي والجغرافي اللي ناجيريا وتأثيره على المناخ ايضا له تأثيره على النبات الطبيعي فهنجد اني بغرطي ناجيريا الغابات الاستوائية والمدارية وخاصة في الاجزاء الجنوبية لكن هنجد اني بتنمو حشائش السفنة وشمال الغابات المدارية بانا عندي النبات بيتمثل في الغابات الاستوائية والمدارية اللي بتغطي الجزء الجنوبي من ناجيريا وايضا حشائش السفنة وتقع في شمال الغابات المدارية لانها جزء من المناخ المداري وقلنا الغابات المدارية الحشائش السفنة او الحشائش الحارة هي عبارة عن حضيقة حيوان طبيعية مما يساعد على تربية العديد من الحيوانات بسبب غنى هذه المراعي وما تتمتع به من طول حسب كمية الانطار التي تسقط على المنطقة وطبعا احنا قلنا ان الناجيريا تسقط الانطار فيها في المنطقة المدارية صيفا وفي المناطق الاستوائية طوال العام. اما عن السكان فهنجد ان الناجيريا هي واحدة من اكبر دول العالم من حيث عدد السكان فيبلغ عدد سكان ناجيريا حوالي مية تمانية وسبعين مليون نسمة وده تبقى لحصائية عام الفين وربعتاشر ودولة ناجيريا هي سابع او اه قرات اه دول العالم او احد دول العالم اكبر دول العالم سكانا وهي اولى دول افريقيا من حيث عدد السكان. طبعا لما ديجي مبص هتلاقي رغم من مساحتها الصغيرة لكن عدد السكان بها كبير على عكس مسلا مصر اللي مساحتها تصل الى اكثر من مليون كيلو متر مربع وعدد السكان بها لا يزيد او يزيد بقليل عن ميت مليون نسمة. فبالتالي هنجد ان السكان بيتركزوا في ناجيريا في بعض المناطق الرئيسية. مثل اه مناطق الغرب. فدي مناطق بتركز السكان. ايضا في السهول الشمالية وفي هضبة جوز. ليه السكان بيتركزوا في الغرب والسهول الشمالية وهضبة جوز? لان لما نرجع شوية لكلام اللي احنا قلناه من شوية على المناخ. وعلى مناطق التضاريس. هنلاقي ان الغرب والسهول الشمالية وهضبة جوز من المناطق اللي بيتمتع بوجود الاراضي الزراعية. وكمان المراعي لوجود حشائش السفنة. وايضا مناطق التعدين. لذلك بتركز بها السكان بقسرة في الغرب والسهول الشمالية وهضبة جوز. ليه قيام الزراع او العمل في حرفة التعدين او الوجود المراعي الطبعية. طيب. بيقل السكان في دلتا نهر النيجر? طيب. ليه بيقل السكان في دلتا نهر النيجر? رغم ان هي طبعا لما نيجي نتكلم عن دلتا قلنا ان مناطق الدلتا من المناطق اللي بتبقى او مناطق السهول الفيضية من مناطق تركز السفنة لكن في ناجيريا هنلاقي ان دلتا نهر النيجر بيقل فيها السكان بسبب كثافة الغابات وهي الظروف المناخية القاسية لان دلتا نهر النيجر تقع فيه الجنوب واحنا لسه عالين من شوية ان الجنوب بينتمي للاقليم الاستوائي او المناخ الاستوائي المعروف بارتفاع درجة الحرارة وسقوط الامطار طوال العام مما يؤدي الى كثافة الغابات وايضا سقوبة الحياة في عزيه المناطق لان ارتفاع الحرارة مع سقوط الامطار وخسافة الغابات بيساعد على انتشار بعض الامراض والاقبع في تلك المناطق وبالتالي بيقل السكان في دلتا نهر النيجر فبقى انا اتكلمت عن الموقع الفلكي اتكلمت عن موقع جغرافي اتكلمت عن تدريس اتكلمنا عن السكان اتكلمنا عن النبات الطبيعي والمناق وبالوقتي هننتقل الى جزء مهم جدا في الدرس وهو العنشطة والموارد الاقتصادية التي تتمتع بها دولة ناجيريا. دولة ناجيريا تتنوع فيها الموارد الاقتصادية خاصة موارد الزراعية والموارد الغابات والصروة المعدنية والبترول. يعني بمعنى صح يوجد بناجيريا كل انواع الموارد التي انا عم بها الله سبحانه وتعالى على الانسان سواء زراعة او موارد غبية زي الغابات او صروات معدنية وكذلك مصادر الطاقة مثل البترول. رغم وجود كل هذه الموارد الاقتصادية في ناجيريا لكن يعد اقتصاد ناجيريا من اقتصاد دول النامية او اقتصادا نامية. ليه? لان ناجيريا طبعا احنا كدنا في الترمي الاول مع بعض السكان وخصائص السكان الاقتصادية وقلنا من الخصائص الاقتصادية ان معظم الدول اللي اقتصادها منخفض هي الدول اللي تتعتمد بشكل كبير في المقام الاول على الزراع وناجيريا هي احد هذه الدول التي تتمتع او تعتمد بشكل اساسي في المقام الاول على الزراع لذلك اقتصادها اقتصاد نامي ليس بالاقتصاد المتقدم. دل يدل على ان لو ناجيريا استغلت الموارد المتاحة واستغلت الصروات المعدنية والبترول والموارد الاقتصادية المتاحة هتصبح واحدة من اهم الدول الاقتصادية في العالم. بل ومن اكبر الدول الاقتصادية في العالم بسبب غناها بكثير من الموارد ده اللي احنا نتعرف عليه من خلال الموارد والانشطة الاقتصادية. اول حاجة الزراعة. هنجد ليه ناجيريا بتعتمد على الزراع في المقام الاول? تعتمد ناجيريا على الزراع في المقام الاول لان ناجيريا تمتلك ارض زراعية كبيرة جدا. فاكتر من نصف اراضي ناجيريا صالحة للزراعة والرعي. يعني عندي نصف مساحة دولة ناجيريا اللي هم تسعمية اربعة وعشرين الف كيلو متر يصلح للزراعة والمرائي. ولكن مش كل ما يصلح للزراعة يتم استغلاله. فنجد انه يتم استغلال فقط مساحة قليلة جدا من الاراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 15% من المساحة الكلية. وهنلاقي ان الزراعة تتركز بشكل كبير في الاقليم الغربي. وده من اهم مناطق الانتاج الزراعي في ناجيريا. ولما بص على الاقليم الغربي بسبب طبعا ان احنا قلنا آآ جريان نهر النيجر. واللي بتعتمد عليه ناجيريا بشكل اساسي في عمليات الري والزراعة. اما عن الغابات فنلاقي ان الغابات في ناجيريا بتمثل تلت مساحة ناجيريا. وهي المصدر الاساسي للاخشاب. وتعد واحدة من اهم مصادر الاخشاب في ناجيريا وقرة افريقيا. نجد ان اهم المحاصيل اللي بتنتج ناجيريا على عديد من المحاصيل. فيزرع في جنوبها. طبعا نظرا للمناخ الاستوائي. المطاط. وبتعد دولة ناجيريا. اولى دول كارد افريقيا في انتاج المطاط. ايضا عندنا الارز. وهي تاني دول افريقيا بعد مصر في انتاج الارز بسبب وجود دلتا. النيجر. ويزرع ايضا في دلتا نهر الايه? النيجر. في الوسط والشمال هللا بيزرع محاصيل عديدة. زي الزر الشمية والرفيعة والككاو. ونخيل الزيت والكول السوداني. وغيرها من المحاصيل التي يمكن ان تزرع في هذه المنطقة. بنا عندي. هنلاحظ ان ناجيريا عندها انتاج كبير من النحلة الزراعية. لذلك احنا قلنا ان ناجيريا بتعتمد في المقام الاول على الزراعة. حتى لو استغلت ناجيريا المساحات او المساحة الصلاحة لزراعها هلاقي ان بدأ يبقى يكون عندها اكبر انتاج من المحاصيل في كارة افريقيا. وهتنافس دول كتير من دول العالم. على الانتاج الزراعي. زي ما شفنا كده في الدرس الاول من الوحدة الاولى في الزراعة زي الصين والهند. واستغلالهم للزراعة وتقدمهم في كثير من المنتجات الزراعية واحتلالهم المحتبة الاولى على مستوى العالم. تاني حرفة عندنا او مورد من موارد الانشطة الاقتصادية. الرعي وصيد الحيوانات. هنلاقي ان ناجيريا بتمتلك اعداد كبيرة من الابقار والاغنام والمعز. وطبعا تلقائيا كده لو سألتك بما تمثل ليه ناجيريا بتمتلك اعداد كبيرة من الاغنام والمعز والابقار. هنقول بسبب وجود مراعي او حشائش السبنة اللي احنا لسه اهلين عليها. التي تنوى فيه السهول الشمالية. بسبب الاقليم الايه? المداد. طيب. اه تنتج ايضا ناجيريا كميات كبيرة من الاسماك. طيب انا عندي الراعي موجود بسبب وجود حشائش السبنة. طيب الاسماك كميات تنتج ناجيريا كميات كبيرة من الاسماك. وده بسبب انتلاكة سواحل طويلة على خليج غينيا. ولانها كمان بتطلع على المحيط الاطلانتي. ووجود بها البحار اه اسب انهار في الداخل. فلذلك بتنتج كميات كبيرة من الاسماك. فانا عندي الزراعة. دي الحرفة الاولى والاساسية في ناجيريا وبتعتمد عليها في اقتصادها بشكل اساسي. لذلك اقتصادها مش متقدم. لو اتسعت المساحة شوية واستغلت ناجيريا. الاراضي اللي موجودة. هلاقي الانتاج هيزيد اكتر. وهنلاقي ان ممكن الاقتصاد الناجيري هيكون اقتصاد متقدم. الرعي وسيد الاسماك موجودين الرعي في كميات كبيرة من الابكار والاغنام والمعز لوجود حشائش السفنة. اما عن الانتاج السماكي فبتنتي الكميات كبيرة بسبب تكون سواحلها على خليج غينيا وجود انهار في الداخل. ثالث. الغمشطة الاقتصادية. السروة معدنية ومصادر الطاقة. هنلاقي ان التعديل ومصادر الطاقة جمتلك قلنا ناجيريا سروة معدنية ومصادر الطاقة اهمها القصدير. وهنجد ان القصدير بيستخرج من هضب جوس. ركز على مناطق استخراج المعادن في الدول. ركز على اهم الانشطة في الدول. سواء ناجيريا او غيرها. لان دي دي بقى موضع لاسئلة كتير في الامتحان. وايضا مناطق تركز السكين. طيب بيبني عندي اول حاجة من المعادن القصدير وده بيستخرج من هضب جوس. من مصادر الطاقة البحل. وبيستخرج من المنطقة الشرقية لدولة ناجيريا. اما البترول فنلاقي ان ناجيريا بتنتج فقط ثلاثة في المية من الانتاج العالمي. وطبعا كلمة ثلاثة في المية ممكن تشوف ان الرقم صغير. لكن بالنسبة لانتاج سواء لقارة افريقيا. هي تنتج كمية كبيرة. وده بيستخرج من المناطق القريبة من الساحل في الجنوب الشرقي. يبقى عندنا البترول بيستخرج من المناطق القريبة من الساحل جنوب لايه? الشرقي. عندنا القصدير من هضب بتجوس الفحل يستخرج من المنطقة الشرقية. طيب بالنسبة بقى للصناعة. هلاقي ان الصناعة في ناجيريا ليست بالصناعة المتطورة او المتنوعة. رغم امتلاكها لديه ثروة زراعية وموارف معدنية وبترول. طيب. ليه هي في الصناعة مش متطورة? قلنا لان في الاول زي ما ذكرنا في اول كلام عن الانشطة الاقتصادية بسبب اعتمادها في المقام الاول على الزراعة. ومعظم الصناعات اللي موجودة في ناجيريا هنلاقيها صناعات الغزل والنسيج. صناعة تكريب البترول. صناعات الكيميائية. وبعض الصناعات الغزائية. فلذلك الصناعة ليست متطورة وممتعتمدش عليها ناجيريا بشكل اساسي. طيب. زي ما سألتك من شوية لو استغلت ناجيريا الموارد الاقتصادية المتاحة اقتصاديا. وده هيأثر عليها في الصناعة. طبعا هتصبح ناجيريا من الدول برضو متقدمة صناعية اللي امتلاكها الموارد او الموارد الاقتصادية الهمة سواء زراعية او معدنية او البترول. لا زي ما كنا بنتكلم على الهند مثلا يقولنا تفتكر الى البترول. لا ناجيريا تمتلك البترول. فطبعا ده محرك ومقاوم اساسي. واحنا قلنا ان البترول اساس تقدم الشعوب والعمل على تفاياتها. وبالتالي توفره في ناجيريا واستغلاله في الصناعة. ده هيخليها لو اهتمت بصناعة واستغلالة الموارد المتاحة هتيبقى من الدول الكبرى صناعيا. وهتصبح من الدول مش النامية بقى اقتصادية. لا من الدول المتقدمة اقتصادية. اما عن اهم المدن في ناجيريا. فهنجد ان اهم المدن في ناجيريا تلات مدن رئيسية. اول مدينة عندنا مدينة ابوجة. وهنلاقي ان دية العاصمة الحالية لناجيريا. ولما تبص كده على ابوجة هتلاقيها بتقع زي ما انت شايف تعتبر في وسط ناجيريا. تمام? وهي مدينة حديثة داخليا. وهي العاصمة الحالية لناجيريا. اما لاجوس فهنلاقي ان هذه المدينة هي اكبر مدن ناجيريا. تمام? ودية هنلاقيها مزدحمة بالسكان ومتقدسة بالسكان. وكانت لاجوس هي العاصمة القديمة لناجيريا. وتعتبر في المقام الحالي هي العاصمة الاقتصادية للبلاد. اما عن مدينة ابيدان فهنلاقيها تأتي في المركز التاني من حيث الاهمية بعد لاجوس وهي مركز التجارة والتعليم والمواصلات في ناجيريا. وبتعتمد عليها مدن ودي عشهر المدن داخل ناجيريا بابوجة. ودي العاصمة الحالية وهي مدينة حديثة داخلي. اما لاجوس ودي كانت العاصمة القديمة وبتشتهر بانها العاصمة الاقتصادية وبتقتز به عدد كبير من السكان. اما ابيدان فهنلاقيها تحتلل المركز التاني وبها العديد في المراكز التجارة ومراكز تعليم والمواصلات. اما عن العلاقات الناجيرية وده اخر حاجة معنا في دولة ناجيريا. العلاقات بين مصر وناجيريا. هنلاقي ترتبط مصر وناجيريا بعلاقات قوية بين البلدين. حيث تقوم مصر بتصدير الى الناجيريا الاسمدة والموادات السقيلة والاسلاك النحاس والاطارات والمحاولات الكهربائية ومواسير الالمونيوم. احنا بنصدر اشياء كتير لناجيريا. بينما اهم ما تحصل عليه مصر من ناجيريا او تستورده مصر من ناجيريا هو الحجوب الزيتية. لان الحجوب الزيتية ما تنتقش بمصر بكميات كبيرة. وبالتالي بنتم استرادها سواء من الهند او حتى من ناجيريا. وكمان بنستوردها من البرازي. ده بالنسبة لدولة ناجيريا. ننتقل الى التدريبات. اول سهال بيقولك اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس. يحد ناجيريا من الشمال دولة نقط النيجر بنين تشاد الكاميرون. اتنين اختر الاجابة. ينتهي نهر النيجر بدلتة وساعة في السهولة الشمالية. السهولة الاحالية. حضب الجوز المنطقة الشرقية. ثلاثة اختر ايضا تعتبر ناجيريا اولى دول افريقيا انتاجا لنقط الارز الزرة الشامية المطاط قصد السكر. اربعة. تعد مدينة نقط العاصمة القديمة وقبرى المدن من ناجيريا. ابيدان لاجوس ابوجة النيجر. خمسة اختر اهم الوالدات المصرية من ناجيريا الحديد. السيارات الحبوب الزيتية. اللحوم. نشوف الناس من اللي معانا. وناخد اجاباتهم. في شكل سريع. اجابة صحيحة يسا. اول حاجة يسا جوابها لنا. يحد ناجيريا من الشمال. دولة. النيجر. ثاني سؤال ينتهي دلت نهر النيجر بدلتة وساعة فيه. نقطة السورية الشمالية السورية السحالية. هذا بالجيوز المنطقة الشرقية. ان شاء الله اول بس من من يخلص ان شاء الله هنقسمه تاني على المراجعات. والناس اللي بتسأل على الدول. اه حد بيسأل على ناجيريا والمانيا مقررين على الاسيوت. حالا حضر جاوبك. وقلنا الناس ترجع برضو لمدارسة موضوع الدول. علشان لو فيه تعديل او حاجة. اسيوت الهندي وناجيريا والمانيا. طب رقم اتنين يا رجال الاول بدل تلاتة قبل تلاتة. منا ونانسي اجابات صحيحة ويسا برضو. ومينة. عندنا السؤال كان بيقول تنتهي نهر النيجر بدل تواسعة في السهول الشمالية. ام السهول السحالية. هذا بتجوز منطقة الشرقية. قلنا نهر النيجر بينتهي بدل تواسعة في السهول السحالية. وقلنا طبعا ده علشان طبعا هي سهول سحالية مخفضة على خليج. غينية بتتسع في دلتة نهر النيجر وليس السهول الشمالية. فعندنا دلتة نهر النيجر بتنتهي في السهول السحالية. بدلتة واسعة. تعتبر ناجيريا اولى الدول في انتاج. قلنا بتعتبر اولى الدول في انتاج المطاط. العاصمة قديمة واكبر المدن. قلنا مدينة لاجوس. كانت العاصمة قديمة. وقبرة المدن واقصرها سكانا. قلنا تستورد مصر ابن ام من وردات الحبوب. ازايتين? سؤال التالي بما تفسر تنتشر اعداد كبيرة من الافكار والاغنام والمعس في ناجيريا. انين? قلت عدد السكان في دلتة ناجيريا. او دلتة نايجر يعني. ثلاثة ارتفاع الكسافة السكانية في هذا بتجوز. اربعة اهمية الغابات في ناجيريا. خمسة بما تفسر تنتج ناجيريا على اسماك بكميات كبيرة. برافو مينة. ونانس السهول السحالية برافو. طبعا كل الاجابات اللي وصلت هي اجابات صحيحة على سيلة الاختياري. يلا بقى ناخد اول سؤال اول اجابة ليه? سؤال بما تفسر انتشار اعداد كبيرة من الابكار والاغنام والمعس في ناجيريا. برافو عليك يسا اجابة صحيحة بسبب انتشار مراعي الحشائش السفنة. اجابة صحيحة. ماشي ومينة كمان اجابة صحيحة. آآ رقم اتنين. كل سكان بسبب قصرة مناخ وقصرة الغابات. ما سنقول ما نقولش العشجال بنقول بسبب مينة. قصرة الغابات اجابة صحيحة. مريم اجابة. صحيحة. آآ الدول آآ اللي كل محافظة منزمة بس بالدول مقررة عليها. بس انت لو حابب تكمل معنا الدول دي معلومات وهتكيدك فيما بعد في السنوية ان شاء الله. منا اجابة صحيحة. لكن انت منزم في الامتحان بالدول مقررة فقط. بس لانا عندي اول اجابة. انتشار اعداد كبيرة من الابكار والاغنام والمعس في ناجيريا. بسبب وفرة مراعي حشائش السفنة. التالي التاني. كلة اعداد السكان في ديلتا او ناجيريا. قلنا بسبب كسافة الغابات والظروف المناخية القاسية. ارتفاع كسافة السكانية في عضب الجوز. بسبب الاراضي الزراعية والمراعي ومناطق التعديل. قلنا اهمية الغابات لانها مصدر للاخشاب. اما تنتج ناجيريا كمية كبيرة من الاسماك لانها تنتلك سواحل طويلة على الخليج غينية وتنوع المصايد النهرية والبحيرية في الداخل. بسبب زي وجود انهار النيجر ونهر في نوع وغيرها من البحيرات الداخلية. فالتالي ما النتائج المترطبة على جاروان نهر النيجر داخل ناجيريا? اتنين وجود مراعي السفنة الغنية في ناجيريا? ماذا يحدث تطورة الصناعة في ناجيريا? يلا شباب ناخد بقى سئلة ما النتائج? او الحاجة ما نتيجة جرايان نهر النيجر في داخل ناجيريا? بجابة على زي قال لك جرايان نهر النيجر قيام زراعة والرعي عليها في الداخل وقلنا بتعتمد عليه ناجيريا بشكل اساسي في عمليات الراي والزراع. اما عن وجود مراعي السفنة الغنية في ناجيريا فقلنا ده ادى الى وفرة الصروة الحيوانية من الابكار والاغنام والمعز. طبعا سؤال ماذا يحدث? لا سؤال اقتراضي. يعني احنا قلنا ان اقتصاد لنيجيريا بيعتمد بشكل اساسي على الزراعة. طب لما يحصل ايه لو تطورت الصناعة? اصبحت من الدول المتقدمة اقتصاديا. وفي نهاية الدرس ما يكون وفقنا. والناس توصل لها الدرس بشكل كويس. كمام? اجابة صحيحة. الناس اللي بعد الاجابات هي اجابات صحيحة. طبعا دول احنا قلنا دول حاجات سهلة وبسيطة. ومن السهل جدا ان احنا نذكرها. ما فيهاش حاجة صعبة. منعظم الكلام اصلا مقرر يا اما عن الدروس الاولى في الوحدة الاولى او مرتبط من منهج الترم الاول نوعا ماهي بمعلومات بسيطة. بالنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة